وإلى سوق المال حيث قفزت مؤشرات البرصة المصرية لأعلى مستوى في نحو ستة أشهر مع إعلان الحكومة التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي وأنهت البرصة تعاملات الجلسة نهاية تجلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية وسط تدولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي 25.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 745.8 مليارات جنيه وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 94.2% ليغلق عند مستوى 11.072 نقطة كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 72.100% ليغلق عند مستوى 2241 نقطة وصعيد مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3243 نقطة